محطات بليغ حمدي كتير جداً ولكن خليني أبدأ من المحطة الأولى برأيك المحطة الأولى كانت فين؟ المحطة الأولى في مشوار بليغ حمدي كانت عند العملاق محمد فوزي محمد فوزي محمد فوزي يعني فعلاً هذا الرجل ما فيه هو لا صح فضل عليه؟ صح فضل جداً لأن بليغ راح لمحمد فوزي على أساس أنه هو مطرب بيغني وبيلح فلما سمع ألحانه قاله على فكرة أنا هواديك للي إيه ينفعك فكان في حفلة في بيت أحد الأصدقاء فأخدوا معا الحفلة دي حضرها أو البيت يعني العزومة دي كان موجودة مكلسوم فقال لها بليغ بيغني بيلحن ويغني فقيت له سمعنا قال لها سمع فيش عود قال له العود موجود هو رهبة مكلسوم صعبة ايده مش ماشي على العود فأم مكلسوم قالت أجي يا جماعة نهدى شوية تب تعالى تشرب إيه وقعدت تتكلم معاه كسرت الحواجز حاجز الرهب فابتدى يغني أغنية بتقول إيه حب إيه اللي إنت جاي تقول عليه فهي أعجبت باللحن فقيت له تعالى ليه فراح له قيت له الكلمات دي مين اللي كاتبها قال لها ده واحد صاحبي بيشتغل في البترول اسمه عبدالوهب محمد قيته تكلمه ييجي اتصل بيه فبيقوله تعالى في بيته مكسوم قاله مش عايز تهريك المهم من هنا اللي هنا هي إيه كلمته فراح عبدالوهب عشان يكمل الكلمات لأنه كان عملتك بليه بس ونخلص الليلة دي قول مهم إنه إيه حب إيه اللي إنت جاي تقول عليه دي كانت بداية بليغ مع مكسوم محطة مكسوم عمل فيها إيه أهم محطة في مشوار بليغ كانت مكسوم ليه بقى مكسوم في الوقت ده كان مين اللي بيلحن لها الصنباتي صحيح وشيخ زكريا فدول مش حاجة سهلة كلاسيكيين الكلاسيكيات هو دلع صوت مكسوم بالظبط كده هو كده بالعربي دلع صوت مكسوم واللي خلى عبدالوهب يجري عشان يلحن لهم مكسوم وجود بليغ حمدي ليه بقى يعني انت بتتكلم فيه ولد لسه صغير بالنسبة لعبدالوهب عيل عنده 26-27 سنة يلحن لهذه العملاقة وانا عبدالوهب اللي طالع مع مكسوم ما لحن لهاش هو عارف ان هو هيخلد ألحانه بصوت مكسوم صحيح لجأ عبدالوهب للحفناوي أحمد الحفناوي وقال لنا عندنا كلمات حلوة وممكن أم مكسوم وفي الآخر عمله ايه ابتدت بيه أغنية واحدة لقاء السحاب انت عمري واستمرت عشر أغاني لكن بليغ كمل بقى امام كدسون chanel